بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى مع الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس السادس قضايا ومشكلات ذات علاقة بمعلم التربية الخاصة واحد طبعا معلم التربية الخاصة هو كل معلم يدرس المرحلة الأساسية وحتى المرحلة الثانوية مسؤولية الأساسية هي العمل مع أي فئة من فئة التربية الخاصة بغض النظر عن المسمى المحدد للتخصص المعتمد طبعا يعد موضوع تدريب معلمية تربية الخاصة أحد الموضوعات الساخنة في السنوات الأخيرة وبالرغم من وجود نقص في الكفايات في كل مجالات التعليم إلى أن نقص معلمية تربية الخاصة ذوي الكفاية في بعض الدول لاقا اهتماما كبيرا واستجابة لهذا النقص ظهر بديل البرامج التقليدية لإعداد المعلمين ألا وهو ما يسمى بالتدريب المستمر لو تكلمنا الآن عن المراحل التطورية لبرامج إعداد معلمة تربية الخاصة موجود أمامنا الآن ثلاثة من هذه المراحل المرحلة الأولى مرحلة التصنيف طبعا مرحلة التصنيف هنا المعلمون كانوا يعدون لخدمة الطلبة ذوي الإعاقات المحددة يعني هذا معلم إعاقة عقلية معلم صبات تعلم وهكذا وقد بدت هذه المرحلة قبل صدور قانون التعليم لكل المعوقين بفترة طويلة فقد ذكر أن هناك كثير من مؤسسات التدريب العالي في التربية الخاصة أسست معظم هذه البرامج في كلية التدريب والأماكن العيادية الأخرى التي تخدم إعاقات محددة المرحلة الثانية مرحلة عدم التصنيف طبعا هذه نشأة المرحلة بتأثير من السياق السياسي فبالرغم من تأكيد القانون الأمريكي طبعا على تأهيل معلمية التربية الخاصة إلى أنه كان هناك نقص في المعلمين المؤهلين بجكل جيد لذا اعتمدت كثير من الدول على الشهادات في التخصصات العامة الكلية وغير المصنفة وهذه طبعا حقيقة أعطت المدارس مرونة أكثر في تعيين المعلمين نتيجة طبعا للحاجات الملحة في وقته للكفايات المعينة مرحلة الإعداد التكاملي هذه هي المرحلة الثالثة طبعا هنا ركزت البرامج المتكاملة على إعداد معلمين تنطبق عليهم شروط المعلم المؤهل لإتمام عملية الدمج ويجب أن يتوافر هذا التأهيل لكل من المعلم العادي ومعلم التربية الخاصة ويجب حقيقة أن يتعاون معا لإتمام عملية الدمج وإنجاحها ونقصد هنا بالتكامل بين معلم التربية الخاصة والمعلم العادي أن يعد كلاهما في برنامج واحد الآن لو انتقلنا وتحدثنا عن صفات إعداد برامج معلم التربية الخاصة حقيقة برامجة معلم التربية الخاصة لها صفات في إعدادها لهذا المعلم منها خبرة ميدانية مكتفة وأيضا المشاركة والتعاون حقيقة المشاركة بالتعاون هذا مهم جدا فهنا كل برامج إعداد المعلم تركز على المشاركة وحقيقة تختلف بآلية هذه المشاركة فقد تكون هذه المشاركة إما بتدريب المعلمين على مهارات المشاركة أو بالتعاون بين الكليات أو التعاون بين المدرسة والكلية أيضا تقييم فعالية برامج إعداد المعلمين حقيقة هنا تتنوع طرق التقييم في هذا المجال وتركز على مخرجات مختلفة تشمل أساليب تقييم مباشرة مثل الملاحظة لدى التدريس وأساليب غير مباشرة للتقييم مثلا قياس رضاء الطلبة وإدراكات كادر الكلية نحو البرنامج أيضا التركيز على الدمج والتنوع الثقافي ولو انتقلنا الآن لنتحدث عن تقييم برامج إعداد معلم التربية الخاصة هناك ضرورة ملحة حقيقة لتطوير نظام من التقييم المستمر والتغذية الراجعة والمتابعة لبرامج إعداد معلمية التربية الخاصة هناك كثير من الطرق نستخدمها مثل التقييم الربع فصل للمساقات عن طريق تقييم الطلبة بطريقة سرية مثلا أو الطلب من الطلبة المتجربين والطلبة الخريجين والأعضاء لتقييم مدى الانسجام والتوافق بينهم الطلبات الكليات ومطلبات التدريب وأيضا إجراء مسح سنوي ممكن للطلبة الخريجين لنحدد مدى ملامة المهارات التي يدرسونها من حيث تحضيرهم للعمل كمعلمين للتربية الخاصة